شخص مات وأخوه شارب خمر هل يجوز الدعاء له بالرحمة وما هو الدعاء المستحب من مات وقد ختم عمله بمعصية فهذا لا يجوز الدعاء له بالرحمة إن كانت كبيرة من الكبائر في أحيان معينة نحن نعم تأخذنا العواطف لأجل أننا نريد أن يغفر لإخواننا ولأحبائنا ولغيرهم تصوروا أن إنسانا يبارز الله تعالى بالأسيان أن إنسانا يعق والديه أن إنسانا يشرب الخمر وهو مصر عليها وهناك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الخمر وشاربه هناك لعن طرد من رحمة الله واضح الشارب وغير هؤلاء من العنون وهنا دعاء بالرحمة أنت تدعو بالرحمة والرسول صلى الله عليه وسلم يلعن قد يكون الإنسان عقل لوالديه فيقال له رحمه الله وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر وذكر الشرك بالله وعقوق الوالدين كأنه يقول هذا في كبيرا وكالشرك وغيره وهناك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في الربيع من هاجر أحد والديه ساعة من نهار كان من أهل النار إلا أن يتوب من أهل النار أي من أهل العذاب وهنا شخص آخر يقول اللهم ارحمه والرسول صلى الله عليه وسلم في آكل الربى يقول إنه ملعون لعن الله الربى وأكله ومؤكليه وكاتبه وشاهديه وهناك يقول صلى الله عليه وسلم يقول ربنا سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله هناك حرب وأنت تقول اللهم ارحم هناك لعن وأنت تقول اللهم ارحم هناك الشرع يقول لعن الله الخمر وشاربها وهناك تقول اللهم ارحم شارب الخمر يعني كيف توفق بين هذين الأمرين هل يصح؟ العواطف دعها جانبا رحمة الله تعالى واسعة فسأكتبها للذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة بمعنى أن رحمة الله تعالى هو الذي يكتبها هو الذي يجعلها نحن حينما إن رزقنا الله تعالى أن نلتزم بأمر الله فهل هذا الالتزام منا نحن أو برحمة من الله تعالى الذي يرزق أن يصلي وأن يزكي وأن يصوم وأن يحج هذا بتسير الله تعالى فلذلك مع ذلك نحن مستحقون نحن لا نستحق الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لن يدخل أحدكم الجنة بعمله لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه برحمة من الله تعالى نحن اجتمعنا هذا الاجتماع سويا الآن بفضل الله وتيسيره جئنا واجتمعنا هل هذا الاجتماع نحن من سخر أسبابه من رزقك القدمين حتى تسعى إلى هذا الاجتماع من رزقك الأذنين حتى تسمع أنت حينما رزقت القدمين للسعي والأذنين للسماع والبصر للرؤية ورزقت أنك بصحة وعافية ولست أنت الآن منوما في شيء من المستشفيات ولست فاقدا للوعي رزقت أيضا حق الحياة رزقك الله تعالى أن تكون حيا في هذه اللحظة ثم بعد ذلك مارست أتيت بنعمة الله تعالى واستمعت وبنعمة الله تعالى رأيت وبنعمة الله تعالى سعيت وبنعمة الله استطعت الجلوس إذا من من مبدأ الفضل؟ مبدأ الفضل من الله سبحانه وتعالى إذن أمت حينما تعبد الله تعالى بفضله؟ حينما تدخل الجنة هل تدخلها بفضلك أنت؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا أمت تدخلها برحمة الله تعالى؟ ذلك قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة أو لن يدخل أحدكم الجنة بعمله؟ لأن العمل من حيث الأصل لا بد من أن تسخر له أسباب أمت إن كنت تنفق الأموال في سبيل الله سبحانه وتعالى لك فضل ولك أجر بسبب الإنفاق لكن لتعلم أن ربك الذي أعطاك هذه الأموال التي تنفقها في سبيل الله هو الذي حرم فلال من أن ينفق هذه الأموال لأنه لم يعطيه هذه الأموال ابتلاءً وابتحانًا فلذلك أنت عبدت الله تعالى بما أعطاك إياه فهل لك فضل في هذا؟ لكنها رحمة الله سبحانه وتعالى إذن نحن سنستحق رحمة الله تعالى إذن التزمنا بأمر الله لأنه سخر الله سبحانه وتعالى لنا أسباب الرحمة إن كان الإنسان سخرت له أسباب الرحمة وهو مع ذلك يكفر نعمة الله تعالى بأن ارتكب مثل هذه المبقات كأكل الربا أو كعقوق الوالدين أو كالسرقة وأكل أموال الناس أو كالزنا عياذاً بالله تعالى هذه كلها معاصم الشرع في أدلة الشرعية يقول إن هؤلاء غير ناجين وإن هؤلاء من أهل النار لا يدخل الجنة نمام لا يدخل الجنة قطات لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وأنت تأتي وتدعو بالرحمة معنى ذلك إن لم يتب مثل هذا الإنسان معنى ذلك أنك تعارض الشرع القضية ليست عاطفية بقدر ما أنها نصوص شرعية والله تعالى أعلم لذلك نقول إنه لا يصح حتى يتوب الطرف الآخر والله تعالى أعلم